أكثر من ثمانين ألفاً بلغ عدد النازحين منذ انطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن لمدينة الموصل وفق بيانات جمعية الهلال الأحمر العراقية ارتفاع أعداد النازحين وانعدام الرعاية الصحية طيلة فترة سيطرة تنظيم داعش على مناطقهم أدى إلى إصابة العديد منهم بأمراض جلدية والتهاب الجهاز التنفسي نتيجة الحرائق التي أحدثها التنظيم طبعاً أغلب الحالات التي نواجهها هنا مخيم المدرج عبارة عن التهابات الجهاز التنفسي التهابات الجهاز الهضمي والمراضة المعدية الجلدية مثل أمراض الجدري وحبة بغداد وغيرها من الأمراض الجلدية الأخرى الهلال الأحمر الحمد لله لم يقصر معنا جيت عندي مريض تشكي من قحة ونشلة وعنده عمليا مع الفتقة جينا فزودونا بالإعلاج ولم يقصروا معنا وكل شيء مريض يعني فعلاً كثير يعاني من هالمراض هذا موجود كل شيء العلاج وهي طبيعت على المستوصف السعوة فوري ونتيجة لأعداد النازحين المتزايد افتتحت جمعية الهلال الأحمر مخيماً جديداً قرب الحدود الإدارية لمحافظة أربيل حيث يأوي مخيم جمكور نحو 5786 نازحاً من أيمن الموصل حتى الآن فيما توزع باقي النازحين على مخيمات الجدعة وتل الصيباط وحمام العليل وحسن شام والخازر لا زالت كوادر جمعية الهلال الأحمر العراقي تستقبل العوالي النازحة من الساحل الأيمن لمدينة الموصل إلى حمام العليل وتم تقديم المساعدات الغذائية التي هي عبارة عن وجبات ساخنة ووجبات سريعة إضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية من الموصل من وادي حجر صارنا أربع تيام أول شيء مادة ماكو فلوس وجبة انطوننا وبعدياً ما ينطوننا يعني ماكو ذاك الدفع القوي ينطون يسدون العوائل ناس ينطونها وناس ما ينطونها اللي شافت تعيني من الموصل صارني تقريباً شهر نصف يعني والله محتاجين قاز محتاجين عمل الوضعية يعني شوية المادة زحمة يعني هي السلة القضاية استلمناها من الهلال الأحمر آخر توزيعهم وتبذل فرق الهلال الأحمر جهوداً كبيرة في محاولة لمساعدة النازحين حيث تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات للأطفال بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والطبية والإسعافية فضلاً عن تقديم السلات الغذائية والإغاثية من هذه حجر الدواعش نزحونا شعلوا بيوتنا وشعلوا سياراتنا الله لا ينطيهم إن شاء الله أسئل عليها ذاتي جدي والذكر أفضغبي وأمي كل أسر